دكتور جمال يعني مع الأسف الـ 48 ساعة الماضية شهدت أحداث دامية يعني إن كانت في وسط تركيا أو حتى وصولا للشمال السوري الشمال السوري يعني قاموا الأمس بتشيع أو باليوم عفواً خمس ضحايا ويوجد أكثر من 40 مصاب آخر نتيجة يعني مواجهة ما حصلت ضمن يعني يوجد صراحة العديد من الروايات بهذا الشأن يعني لن ندخل بتفصيلها دكتور هذا الشأن ولكن أنا أنا سؤالي هو تحديداً اليوم من هو المستفيد من التأجيج بين المواطن التركي والمواطن السوري الدم السوري حرام الدم السوري حرام والدم الإنساني حرام والدم التركي حرام والدم النمساوي حرام نعم والكرامة السورية حرام نعم أنا ما رح أدخل بتفصيلات ما حدث وما تبعه من إرهاصات أو من يعني من عمليات شغب وعمليات استهانة أو عمليات ضغط على السوريين لكن نقطتين مهمين كتير النقطة الأولى بتركيا فيه اصطفافات سياسية متعددة وإنك يعني بالمنطق السياسي بشرع لحال وأنا بحرم استياد أي حدث لمكسب حزبي أو مكسب سياسي أو بغض النظر شو تمنه وهذا بيصير بأماكن كتير ما بس بتركيا وأيضا السوريين السوريين بتركيا أنا معاشرهم وعايش بتركيا رايح جاي صح تركيا ليست دولة يعني موقعة على اتفاقية اللاجئين وما عم تعطي امتيازات للاجئين السوريين مثل ما بتعطيها بعض من دول أوروبا مثل النمسا والسويد لكن بالمقابل أربع ملايين السوري بتركيا وأربع ملايين وأكتر عبروا من تركيا لبرة وكذا مليون عايشين على حدود المفتوحة ما بين تركيا وسوريا أيضا كتير من المؤسسات السورية اللي كانت حليفة لتركيا واللي ضربت بسيف تركيا لما لقيت أنه في يعني إعادة نظر إعادة تقييم الموقف التركي من الحالة السورية لقيت حالة مكشوفة وقفت تحرق إعلام وتأجي الشارع وتهتف وتساوي أكيد تركيا من الدولة بسالية أحد أهل هيك لكن بالواقع ما قلناه في البداية هو هلأ هو ناس أصحاب مصالح من الطرفين عما تجيش الدم عندها محرام الكرامة عندها محرام المصلحة هي المعبود مصلحة السياسية المصلحة المادية المصلحة السلطوية هي المعبود والباقي كل ياته ولا شيء بالنسبة له بأي مكان بالعالم ممكن يصير أحداث شغب بأي مكان بالعالم شاب بتحرش ببنت تركيا هون بالنمسا أنا بشوف شباب عم يهدروا الشعور العام سوريين عم يهدروا الشعور العام بشوية مسبات على أساس ما بيعرفوا لغة بزيئة ما كفر بالشوارع هون أنا عم ما أسمعها هلأ أنزيل بتسمعها بيجوز هون متسامحين بأشياء بالمنطقة اللي صارت فيها الحادثة ما لهم متسامحين ما لهم متسامحين بالسويدة حدا يتحرش ببنت ما بتسامح السويدة ما بتتسامح وما مفروض أن تتسامح طيب حدا استغل لو صارت أحداث شغب ادخلت قوات السرطة اعتقلت 67 تركي وحالتهم على المحاكم حاجة لهم لأ بدنا نأجر بدنا نأجر يا سوريين انتوا نهارة كرامتكم مين قالوا يروح تحرش يا سوريين انتوا نقلبت سياراتكم واحترق طيب وين من كان ممكن سيارة تعمل حادث وتنقلب وفي تعويضات وفي تأمين ما في سيارة بتركيا بلا تأمين وما في بيت بلا تأمين لكن ما معناتها الحكي أنا عم برر لللي صار أنا اللي صار ضده بالمطلق لكن أنا كمان لا يمكن إمنح مبرر لردود الأفعال يلي عما تصير مين عم يدفع تمنى هاي التأجيج هذا سوريين ما دخلوا طيب